نروح لمصطفى عسل مصطفى عسل بيلعب في الأسناء دي دلوقتي مباراة مهمة في بطولة الجونة هيواجه فارس دي سوقي في ربع نهائي بطولة الجونة الدولية للسكواش ده صورة مصطفى عسل ابن النادي الأهلي والأهلاه بجد يعني مصطفى عسل لعب منتخبنا الوطن السكواش ونجمي نادي الأهلي هيلعب مع زميله في المنتخب ونجمي نادي سبورتينج فارس دي سوقي في دور التمانية في بطولة الجونة الدولية اللي سكواش وبتتلعب من الفترة من 20 إلى 28 اللي احنا فيه ومجموعة جوائزها 300 ألف دولار مصطفى عسل كان كسب في دور الستاشر قدام محمد أبو الغار زميله محمد أبو الغار بنتيجة 3-2 كلماتش صعب جدا ومحمد أبو الغار اللي طلع محمد الشرباجي من الدور اللي قبل كده يعني محمد أبو الغار جاي عنده ناشوة الناصر بيلعب مصطفى عسل مصطفى عسل بالمناسبة دخل عدور الستاشر على طول في السكواش بيبقى فيه حاجة اسمها المندرو والتصفيات المندرو ده بيبقى من الدور الستاشر التصفيات على 32 الأسفع على 32 التصفيات انت بتلعب في التصفيات الأول وبعد كده بتخش على المندرو المندرو بيخش عليه الملعبين المصنفين مصطفى كان من اللعبين المصنفين فدخل على المندرو على طول الفاز على محمد أبو الغار وان شاء الله بيلعب ماتش دلوقتي هنقول لكم نتيجته احنا هقولنا نتواصل معها اللي أنا داخل الماتش حالا فأول ما نعرف نتيجة الماتش لو خلص وإحنا على هاوة هنبلغكم برضو كل التوفيق لمصطفى عسل وان شاء الله بعد البطولة دي أكيد هنحاول نجيب ويكون معنا زي ما كان معنا حلقة قبل كده واتكلمنا معاه ومع والده لو تفتكروا وكنا غطينا جوانب نشأته وأيضا احترافه في البي اس ايه كلاب محترف في السكواش اشتركوا في القناة